موسيقى شكرا معنا ويصرنا فعلا انه بدنا ناكل انا بعتبره هيدا اكل نهر احد نهار بوحر الجمعة الكل واحد بيشغله عم بيكافحه وبيشتغله خليهو يبصطه نهر احد عملنا للجاج نحن هون حطينا الزوكيني الكروس بالفرن احنا اوي بالفرن اللي رح نعملكه هلا شو رح نعمل هلا خلينا اول شي بسoptik ولد تنيksom اوت Н хват لماذا conscious الان فيهواتي بندي عملكة بس ال ojos هن بالمختم تارفيني قداش بحب تصور انا بس خلص طيب سوستو مات فيكن تعملو ازا مع هيدا الطبقة هيدا فيكن تعملو سباجاتي فيكن تعملو لينجويني فيكن تعملو فيتو تشيني فيكن تعملو ريزوتو والبومودورو بس بليز ماتيك لبطاطة مقلية معا نزعتها ايه مع بعضني انا عم بعمل منيح وماتعدو كالوري فيه اطيب مننا بطاطة مقلية بس مش طيب البطاطة المقلية معها يعني هلا بتشوف كيف رح تطلع انت بيغض النظر بطاطة مقلية اه فنومان بحد زيتو يعني تيك تاكلو عمكرة وضهر عشية صح ما قلو علاقة بالشيء لك من عم بيعكي سبحان اللي بيغير وبيتغير لا ما خاص لك شو عملنا هلأ شوفتي غدا هلأ رحض ورقة بازيليك عكل وحدة او ضمة بازيليك عكل وحدة انا لما بحب الحبق اطيب شيء وهلأ الايام هايدي اللي بيحب يعمل باستو الحبق صار متوفر وكتير رخيص ما بقى متل كان بالشيطة كانوا يجيبوه اين فورتي وحق الضمي اه بحب كله بتقوليه انت دكة دكة ها 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 من بعد ماحطينا السوس راح نحط شوية موزرالة على كل حب الت بزرس راح تفوت على الفرن بيجي راح تفوت على الفرن اول شي بالموزرالة راح تدوب تاني شيء من أمن انه صدرة الجيج بستوى كليا اهتنا اعمل هولي اعمل هولي اعمل فرن اوين اعمل فرن ايه ايه صح لانه في عنا كمان بعد شاغلي جوا كمان كتير طيبة اعم مفروض نحط الصوس قبل بس معلين ما بأسير المهم انه يكون في الصوس وفي المنزل لتشيز بالأفر بس هلا بتشوفي الطعمة بتتغير كلية كأنك عم تكلة ما بعرف هادي اللي ما بيحبوا الجبنة طيب بدنا نشيل هادي شوية شوية هادي كمان بده وقت كتير بعد بده كان وقت لا بده شوية وقت بس اللي هعملو نحن نعلي هادي الطلوع حرقنا عيدنا ماشي الحال وراح نحط هولة اثنان بالفرق عليهم الأمان عليهم الأمان نحن هون سوكنا عملنا شو عرصة في شغلة كمان بده اعملها بعد قبل ما انسى اللي هو صوس للسلطة صوس للسلطة صوس للسلطة مقلفة من زيت زيتون برمزان تشيز حبق حاموض بردان ملح بهار وخل ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يكتبا جميعي شي مش طبيعي عن جد مش طبيعي نحطها نحطها بهاي لا دعانا في لا بس عم نجري بنشوفها بطمعهم نجيب لوش صغير غادا هلا بنحط ال وراح فرجيكم شغلية تانية عملناها كمان تحت الهوى تي كتير اشي هنخباية بالبرياد انتي بتعرفين انا شو بحب الشكل شو بحب بالبريزنتاتيون هادي اللي موجود فيها بس انا اذا بدي اعمل هاي اللي بريزنتاتيون ممنوع حدا يكلها بدي اتضلا هيك زمع بالعصايا ممنوع حدا يقلل هي هادي عبارة بس طبعا طريقة حطهم بالبليات بتمنى على كل واحدة بتحب انه تعمل بريزنتاتيون تاخد وقتها يعني طبعا على الخبرة بيصير الواحد يرسم يعني من قبل شو بده يعني مظبوط بيرسم الصحون موجودين عنده بس اخدوا وقتهم ويرسموا مثلا حطوا هاي روكا وهيدا الانديف شقفة بنادورا يعني ماشي وفوق منا الفريش مونزريلا ماشي بس الطريقة اللي بتحطو فيها هي بتخليكن اكيد بتخلي الصحن يطلع يا حلو يا بشع واذا حلو بصير اطيب اكيد اكيد الكروستاتا كمان صارت جاهزة اوكي صوستمات هون المشروم رحرجع احكي عنا مرتينة نعم المشروم اللي فيها بصل فلايفلي صفرة بازيليك اكيد صوتي كلهم بزيت الزيتون وفيها زيت التوم اللي فسرنا عنه لمشاهدينا الكرام وبرمجانه بالاخير ونخلطه البرمجان بتحطيه او البرمزان بتحطيه حتى يجمع كل المكونات كل المكونات لانه بيسيل على الصخن ونرجع من المشروم كما هي بس نشيل الكعب طبعولا ونفضيها شوي من جوا وتحطوا هالحشوي فيها حطيناهم بالصينية بتتذكروا حطينا حوالى نص سنتي مي بكعب الصينية وكم وراءة بازيليك بس لا يعطوا الريحة مضبوط وبتحطوها حوالى ال 11 دقيقة سوري مش 9 دقيقة حوالى ال 11 دقيقة بس حتى تشوفي كيف هيرتها الى هون اوكي بعبدها شوية بدها شوية صغيرة فينا ناخد اول واحدة بس لا حتى فرجيكن عليها كيف تطلع وهول الطريقة اللى هي بتتكلها واحدة ما اتبقلت لكم اليوم ما عملت سباكيتي بس هي بتقدم معها سباكيتي سوستومات او بتقدم معها ريزوتو بومدورو او بتقدم معها لينجويني او فاتوشيني او باستا او اذا بتكون بطاطة مقلية بما انو سمحت غدا فيها اليوم كل يوم بطاطة مقلية فيهم كل يوم ما في مشكلة معي معي معكس صراحية الجابلة انت اليوم مظبوط من كارلا اه مظبوط مظبوط كارلا بتجي لهم تنزعنا وبتفل ما تسمعني هلا عم نمزح عم نمزح كارلا بتجي لهم تنزعنا وبتفل مظبوط هلا فيكم نزاباتكم كمان مع الصحنة هيدا اكيد ننشينا الخضرة تبعولها فينا ناخد حبة اثنين اثنين بزيادة اوكي فينا نحط شوية السوس عليها نحنا عنا اللبنيني كتير بيحبوا كتير بيحبوا السوسات بيحبوا الشغلات مرأة لانو اطيب انا بعرف اذا كانو اطيب الاكل الصيني كتير بيحبوا وبدنا بيقولوا بدنا سوس بعد يا خي ماقولوا هاك انو هاك بنعمل هيدا ما بفهم ما كل واحد بياكل حسب زوءه اي مظبوط مظبوط بالمية مية ولا خاصة باللبنان هم رح نشيل هيدا كمان بس حتى قبل ما يمروا الوقت بسرعة اه فينا نرجع نذكر هون شو عملنا بتاني سحن صح اه عراسي اه التاني سحن اللي هو كمانا الاك بلانت اللي حط فيها اه زيت زيتون اه اكيدة حطينا شوية ملح لحتى بقية الماء تباولة تركناها شوية يرجعنا حطينا زيت زيتون من تحت ومن فوق وحطيناها بالفرن شويناها حولها سبع دقايق شمية وتمانين درجة اه وبنبعد منها شلناها حطينا على دغري رشات عليها الزعتر الدراي اذا عندكم فراش فيكم تحطوا مع الباتنجان اذا عندكم الدراي ما تفوتوا على الفرن كمان معلومة ما تفوتوا الدراي ايربز او الشغلات العشاب النشفة تفوتوا على الفرن لانه بتحترق بتصير طعمطة ما بتسوق ابدا اوكي فالفراش ايربز فيكم تحطوها الماشرومز هي زيتا نفس الشي عملناها حطيناها حطيناها زيت البازيليك هالمرة او زيت الحبق كمان اتركناها بالفرن على حرارة عالية لحتى زمت بال بالفولوم وهالوقت هيدا بتصير بتزيد طعمطة يعني اكيد بتبين اكتر في عندي موزاريلا فراش موزاريلا اللي هون يعنيها كمان بزيت البازيليك حبق ملح وبهار ونعملت البرزنتيشن هيدا اللي بنادورة هي بنادورة عالية جبالية حمرة وهي اكتب فيها اكيد فيها تروح مع السوس هاي فينا نحطها وهالي الصلطة فينا نحط عليها مرسي شف طارق مرسي افو عنا بعد شغلي راح نشيل الفررن نحنا لان وقتنا خلص راح نشيلها نحنا وعم نقول باي نحنا وعم نقول باي نحنا وعم نقول باي نشيلها برادة مرسي تانكيو وشهدينا تانكيو فريمتش شكرا ميلي جراتسيب شوفكم جماعة الجائزة اللارات نحنا منشوفكم بكرا بعالم صباح جديد اقتداءة من الساعة عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة